المحتجون في ساحة التحريي رسموا خريطة طريق تحقق سقف مطالبهم المشروعة فالقطوات برأيهم تبدأ بإتمام التشريعات اللازمة لتنظيم المرحلة المقبلة وحكومة انتقالية تهيئ الانتخابات المبكرة تكون نتائج صناديق الاقتراع هي الفيصل فيها إذا انزعت هذه الوجوه الفاسدة نقدر ندير البلد عندنا هواي كفاءات أساعد الجامعين سياسيين هواي موجودين عندنا مو اقتصرت على ذول هلتشم واحد تشكيل حكومة جديدة بقيادة مؤقتة لمدة ستة أشهر خلال هذه ستة أشهر اقامت قانون جديد لمفوضية الانتخابات وانتخاب مفوضية جديدة تنال مرات الشعب حكومة مؤقتة وتنتهي المسألة كلها والبرلمان مريد من عنده شيء بس يشرعنا قانون الانتخابات ومفوضية شكلنا جديد صوتنا عليها والله محمد وعليهم يتركوننا البلد وخلف الله عليهم من 2003 إلى حد الآن كل شيء ما استفادين من عدهم شروط قاسية تفرضها ساحة التظاهر لاختيار رئيس الحكومة المقبل بمواجهة احتفاظ بعض الكتل برغبتها بالمناورة لأجل تمرير مرشح توافقي كل هذا والمدة الدستورية لتسمية رئيس الجمهورية للمكلف الجديد بالوزارة تشارف على الانتهاء من بغداد محي الأنصاري أنبيسي عراق اشتركوا في القناة